موسيقى مشاهدين أهلا بكم قال وزير الشؤون الخارجية والانتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني خوصي مانويل الباريس بمناسبة الزيارة التي يقوم بها للمغرب اليوم غدا الخميس في أول جولة خارجية له منذ بداية الولاية التشريعية الجديدة قال إن الشراكة الاستراتيجية القائمة بين المغرب وإسبانيا أضحت الآن شراكة متعددة الأبعاد لأنها تشمل جميع المجالات بفضل خارطة الطريق التي تم اعتمادها في أبريل من العام الماضي بمناسبة الزيارة التي قام بها رئيس الحكومة بيدرو سانشيز بدعوة من صاحب جلالة الملك محمد السادس وأشار رئيس الدبلوماسية الإسبانية إلى أن هذه الشراكة بين البلدين تتجسد قبل كل شيء في الثقة التي يضعها البلدان في بعضهم البعض كشركين استراتيجيين تربطهم مع علاقات سياسية رفعة المستوى وروابط إنسانية وفي هذا السياق أوضح الباريس أن المغرب يشكل الأولوية الأولى للسياسة الخارجية الإسبانية واصفا حصيلة خارطة الطريق بين الرباط ومدريد المعتمدة في أبريل من العام الماضي بالإيجابية للغاية حول هذه الزيارة وأبعادها نستضيف معنا الباحث في العلوم السياسية الأستاذ عبد الحاكم قرمان أستاذ أهلا وسهلا بك أهلا للفاطمة وتحية لك والتقام والأستاذ المتابعين أهلا وسهلا إذن الأمر يتعلق بأول جولة خارجية لأل باريس منذ بداية الولاية التشريعية الجديدة ما دللات اختيار المغرب كأول وجهة خارجية لأل باريس وكذلك ما سياق هذه الزيارة؟ ما الذي يميز سياق هذه الزيارة؟ طيب هناك ثلاث أفكار أساسية ويمكنها أن تلخص أو تشرح الأبعاد والدلالات والسياق والأهمية دل هذه الزيارة الفكرة الأولى وهي أن الزيارة تأتي مباشرة بعد جديد العهد للحكومة التي يقودها الحزب الاشتراكي برئاسة بيدرو سانشيز وهذه واحدة النقطة مهمة جدا على مستوى التتمين واستمرارية أجراء وتنفيذ الخططة التي ضمنها الوثيقة التي كانت بعد اللقاء سانشيز وجهة الملك في 2022 بمعنى هي واحد جديد ديال هذه الرؤية ديال الشراكة والتعاون التمينها وتطويرها وبنفس البعد أو تصور سياسي اللي قادر المرحلة الأولى ديال الاعتراف بمغربية الصحراء واعتبار الحكم الداتي كهو الحل الأساسي نقطة ثانية أو الفكرة الثانية هي باش يمكن يكون واحد يعطي واحد دينامية جديدة ما ننسوش بأن المملكة الإسبانية عاشت في الأشهر الأخيرة وحد اللحظة ديال يعني نقاشات داخليات أو التورات لأنه كان يعني إعادة الانتخابات جزئية تفرضت أغلبية ما كانش في صالح الحزب الشراكي في البداية ثم بعد ذلك بعد تكليف الثاني ديال جلالة الملك ديال إسبانيا أيضا بيدرو سانشيز يستطيع أن ينتزع مرة أخرى رئاسة الحكومة وهذا هو المكسب الثاني البعد الثالث أو النقطة الثالثة وهي أن المجالات ديال التعاون بين إسبانيا والمغرب لم تعود مجالات كلاسيكية بالمعنى ديال الجوار المتعرف عليه التعاون مع الاحترام ديال يعني المصالح ديال الأطراف ولكن الآن صبحت الشراكة بنفس المنطقة اللي المغربة بالنها دائما ديال ربيح ربيح شراكة في كل مجالات اقتصادية سياسية طقافية سياحية بأرياضية الآن المونديال غنضمه مشكل مشترك بيدعوه من إسبانيا شراكة متعددة الأبعاد كما قال البرح هذه النقطة الثلاثة هي الخصور بأمع فاعتقادي السياق هو السياق مهم جدا والأهمية ديال المضامن ديال اللقاء أهم نعم طيب الباريس قال بأن المغرب وإسبانيا يقيمان أكثر العلاقات كثافة وغنى التي يمكن أن توجد في العالم هذا مقتطف من حوال أجرته معه وفيكلة المغرب العربي للأنباء وقال بأن هناك شراكة استراتيجية متعددة الأبعاد بين مادريد والرباط اليوم السؤال هو ما هي ركائز وأسس هذه الشراكة الاستراتيجية اليوم بين المملكتين أولا هناك واحد إلا بغينا نسمي واحد الميطاق ضيمني سياسي واحد تعاقد ضيمني سياسي تبلور منذ اللقاء الأول بين جهة الملك محمد السديس وسانشيز في البداية الأولى ثم بعد جديد العهدة لهذه الحكومة التي تقودها نفس الحزب ونفس التصور نفس البرنامج تؤكد هالتعاقد بل أنها تعلن في خضم المشاريع اللي هي قيد الدرس أو جارية التنفيذ بين الطرفين تعلن عن حمولتها وأبعادها وقوتها ومدى إفادتها للطرفين نعطيه ثلاثة الأمثلة نعطينا على المونديال اللي هو يشكل واحد من نقلة جوهرية اللي نقول استراتيجية في نقل العلاقات بين إسبانيا والمغرب إلى علاقات الشراكة الوثيقة ثم ما له لهذا الحدث من اللي غيرتنظم من أبعاد اقتصادية تقافية سياحية تكتيف التبادل بين البلدين لمستوى المشاكل الهجرة مشاكل التقافية اللغوية واحد عدد الأشياء البعد الثاني والبعد الاقتصادي تنعرفه الآن بأننا إلاخذينها غير البعد المعروف كلاسيكي قضية صيد البحري وأن إسبانيا عندها أكبر أسطول في الاتحاد الأوروبي اللي تتستفد من انتفاقية صيد البحري شفنا المغرب كيفاش طور الرؤية دياله للتعاون مع أوروبا على مستوى هذه القضية وشرطها بالاعتراف مغربية الصحراء إذن صبحت إسبانيا كما تنقوله بموجبها التحول لعرفاته السياسة الخارجية للمغرب وتحول هذه المنطقة صبح العلاقة على المستوى الكثير من المغرب علاقة يعني مكثفة جدا والبعد الأخير والبعد التقافي والحضاري والإنسانية سنفصل أكثر في هذه الأبعاد قبل ذلك وقبل أن نتحدث عن حصيلة الإعلان المشترك رئيس الدبلوماسية الإسبانية قال بأن المغرب يشكل الأولوية الأولى للسياسة الخارجية الإسبانية ما أهمية هذا التصريح خاصة أنه يأتي على لسان وزير خارجية؟ هناك أشياء يمكننا نحصرها المستوى الاقتصادي والسياسي وذكرنا لبعض منها ولكن هناك أشياء استراتيجية يتم التخطيط لها من طرف القادة في البلدين من طرف العارفين بالشؤون وأيضا عندها بعد استشرافي ما شيء الآن هي عندها بعد تصور للمنطقة في إطار تحولات الجيوسياسية القائمة أو التي تحدث الآن في الوضع بين ضفتي المتوسط الشمالية والجنوبية وحتى على مستوى العلاقات ما بين المغرب وإسبانيا كنقطتين عبور وما بين قارة إفريقيا وأوروبا باعتبارها واحد الفضاءات متسعة للتبادل نعطيه مثال بسيط الفكرة التي روضت البلدين منذ سنين وعقود ربط الجسور بين قارة إفريقيا وأوروبا عن طريق إسبانيا والمغرب وهي الجسر أو كيف تقوله ستيران كل واحد كيف تحولك الآن صباح المشروع قاب قوسين اللي لم نقول هو في قيد الدراسة وسينجز لا محلة وهذا مشروع سيكون مشروع القرن وربما سيخلق تحول جيوسياسي ويعني تقافي وحضاري بين قارتين وبالأحراب بين بلدين كإسبانيا والمغرب نعم طيب اليوم بعد مرور ثمانية عشر شهرا على الإعلان المشترك صادر في أبريل من العام الماضي كيف يعني تقيمون حصيلة هذه خارطة الطريق الجديدة هذه والتي كانت يعني تتضمن لمحددات سياسية واقتصادية يعني هل هذه الدينامية الجديدة صارت في الوتيرة المتفقة عليها بين الطرف إذا أخذينا هذه الحصيلة من 2022 بداية الإعلان المشترك لم نشهد على الأقل على مستوى الإعلام ومستوى الطريحات السياسية دي الأطراف أي توطر يعني من شأنهي أن يعيق أو يعرقل أو يعيد إلى الوراء عجلة التاريخ وهذا مكسب كبير بمعنى هناك واحد الأرضية السلبة قام عليها هذا الشاركة وغادية وكتقوى وكتطور هذا لا يعني أنه مكينش بعض القضايا اللي فيها نقاش فيها خلافات فيها وجهات نظار وفيها يعني طرح المغرب مع طرح ديال إسبانيا وفيها خبراء ومختصين يتبحثون حول تدليل العقابات وإيجاد سبول لدعم هذه الشاركة إذن هذا التوصيف الأول قائم ما مدى تطور هذا الحصيلة وغادية الأمام يكفي فقط زيارة نفسها تجيب عن ذلك أن الزيارة الأولى في العهدات الثانية لحكومة سانشيز أول خروج خارج أرض الوطن في زيارة رسمية وزيارة دولة هي المغرب بينما على هذا التقييم هل تعتقدون اليوم بأن هذه الشاركة بين الرباط ومدريد وصلت إلى مستوى كما قال البريز يعني شاركة متعددة الأبعاد أثمرت المجالات التي أثمرت نتائج ملموسة البريز تحدثا عن التعاون الأمني والقضائي تحدثا مثلا عن ملف الإرهاب عن ملف مكافحة مافيا لاتجارة البشر هنا يمكن لنا نتكلمه انطلاقا من الواقع ومن ما هو قائم الآن ونقوله فعلا أن هذه الشاركة بنيت على أسس صلبة ومتينة بل وهي دامجة ورابطة بين البلدين في مشاريع لم تحدد فقط على المدى القصير أو ربما حتى المتوسط هناك مشاريع استراتيجية حتى تربط البلدين كرؤية للمنطقة وللتعاون على مستوى البلدين تنائي ولكن على مستوى متعدد الأبعاد الجيوسياسية الإقليمية والقارية والدولية حتى في الرؤى السياسية لبعض القضايا الدولية هناك نوع من التقارب لكن هذا لا يعني أيضا طبعا ما يمكننا أن نكونوا إطلاقيين ونقولوا بأن صافراء وصلت للمنتهى باقي قضايا هاا نتروح على النقاش وقد تبقى ولكن أتصور بأن بنفس الحكمة والدكاء لهذه المملكتين العريقتين وحدة في جنوب أوروبا وحدة في شمال إفريقيا هما أعرق المملكات اللي كنين في هذه المنطقة استطعوا بالدكاء ديالهم وبالحضارة اللي كتجمعهم وبالتقافة وبواحد عدد ديال الأشياء والحكمة ديال القضايا ديالهم يوصلوا لهذه النقطة هذا منجز كبير ربما يعطي القدوة لأطراف أخرى عند مشاكل بسيطة ما عرفش تتواصل لها أضيف إلى ذلك أن بعض القضايا اللي هي غد تبقى تروحها دائما ولكن ستحل في إطار يعني ديبلوماسي تنائي تشاوري قضية سبتهم لي لدي المغريب قضية الجزر قضية وحدة عدد القضايا اللي تروحها وغد تبقى تروحها لكن الدكاء ديال البلدين وخصوصا من الطرفين أن كل طرف تيبني على المكتسبات وعلى الإيجابيات ويحاول أن تسوية الخلافات بطريقة لا تؤثر على المكتسبات المعززة إذن هذه واحدة الرؤية سياسية ووعي عميق بالحاضر وبالمستقبل ديال البلدين والشعبين من طرف قائدين والحمد لله ماليكين عندهم رؤية استراتيجية واستشرافية يعني معتبرة والأهم هو الربح المشترك طبعا البحث في العلوم السياسية الأستاذة بتحكم قربان شكرا جزيلا لكم على كل هذه التقنية مرحبا شكرا لكم مشاهدين على حسن المتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة